السلام عليكم. كيف يعملوني؟ طبعاً يمكن أن ينشر هذا الفيديو أو لا أو ينشره بعد فترة طويلة جداً يمكن أن أول مرة أعمل عملية في حياتي وأول مرة أحس أن أبعدت عن الصفحة مثلاً لدقائق أثناء العملية وحتى بعد العملية يمكن أن يكون هناك ألم قليلاً كان يحرمني قليلاً أن أبعد عن الصفحة غصباً عني وممكن أن هذه من أكثر الأوقات التي زعلتني وضيقتني لأنني أعتبر الصفحة هي روحي حياتي باب الخير الذي لا أريد أن أسيبه يعني أعمل مثل واحد كده لقى حاجة كنز وقفش فيه وليس سيسيبه يا رب الصفحة تدخني الجنة يا رب عندي زنوب كثيرة قوي والصفحة ده باب الخير ممكن يعني يعني ممكن بوجودي على الصفحة أو بس أن أشوف الكومنس بتاعتكم وأشوف أنتو محتاجين إيه وممكن يتعامل أو كلام ده كله ده بالنسبالي حاجة كبيرة أوي يعني أنتو مش بتخيلينها يمكن أنا فأشد الظروف معاكم حشز بيكم مهتم بيكم برضو الموضوع أكبر بكتير قوي من إنسان بيساعد الموضوع هو تعلق روحي الصفحة باب خير كبير وبدعو كل واحد عنده باب خير أوعى يعني تسيبه أوعى أن أنت تستقل به وتقول ده حاجة بسيطة والكلام ده كله محدش يعرف ممكن تعليق صغير صغير في كلمة بسيطة يعني سبحان الله دنا بيحث على يعني يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني أنت تفضلت في كلمة بسيطة وتأخذ عليه صدقة لو أنت يعني إبتسامت في وجه أحد يعني طبعاً يعني أحنا بيتكلم مجهزاً أنت لما تبتسم في الكمة بسيطة ممكن الشخص اللي قدامك يضحك فأنت خليته يبتسم وبالتالي أخذت منه صدقة الكلام الحلو صدقة فإذا كنت تدور في حياتك وكتبص في حياتك ما هي الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تفعلها في وجهة نظرة لكن يمكن أن تدخلك الجنة كثيراً أقعد أن تفكر أنك مهما عظمة ذنوبك أنك لا يوجد فايدة لا أبداً أقعد تيقس من رحمة ربنا أبداً يجعل لديك دائماً حسن الظن بالله حسن الظن بالله حتى لو ربنا أقعك في بعض الظنوب فأنت يقول لك أن تفكر الظنوب طعمها وحشة لكي تدور طعم الحسنات وطعم الحاجات الحلوة الثانية كما ربنا خلق الخير وخلق الشر لكي تفرق ما بين الخير والشر كما ربنا خلق الليل وخلق النهار لكي تعرف الفرق بين النهار والليل ما أريد أن أقول لك أن أي حاجة فيها خير ارشأ فيها ارشأ فيها وما تسبيه ارشأ فيها وقول يا رب أنا هعمل هذه الحاجة وهخلص فيها قوي عشان يا رب تكرمني فيها تكرمني فيها وتكبرها لي ويجي يوم القيامة لقيها حسنات كبيرة جدا وقعوا ما تنشروش الخير بمعنى لو أنت بتعمل حاجة خير يعني قول عليها قول الفكرة أوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويقول لك يا مصطفى أو يا حسين لو أنت قلت للناس وروحت كده ده تفاخر والحسنات بتاعتك هتروح لا طبعا يعني أنت لو حتى بس تلكت شوية مية كده الصبح وانت نازل اللي اشتريت كرتونة مية أو حتى مليت كرتونة مية عندك أو يعني أي حاجة يعني وتلكتها كده في عز الحر اللي احنا في ده ولقيت مثلا عسكري المرور كده اللي قاعد لابس كاب وقاعد في الحر ده اديتهاله كده بس اديتهاله الراجل ده مع كل شربة كده هيدعي لك بين قلبه تلاقي عمال شاغالين في الحر لو أنت عندك المقدرة ان انت تجيب لههم يعني شوية عصير زي كده يعني حد بالنس اللي انا محبا او عمل بالحركة دي فانس صراحة مبسطة قوي يعني بالحركة دي اشتريت شوية عصير اشتريت شوية كيكا كده ولا حاجة الناس دي والله بتفرح بيها قوي بتفرح بيها وكلما انت كده دخلت السعادة في قلب واحد هتلاقي ان ان السعادة دي يعني خبطت كده في قلب الشخص التاني ده فبتردلك تاني انت في احساس كده انت مش قادرة يعني اوصله لك انا بس يعني ان انت لما تسعد بني ادم وقف قدامك تساعده اي حاجة تساعد طفل تساعد رول الكبير ان شاء الله حتى تكون ماشي في الشارع كده ان شاء الله تعالى تفرق قوي تفرق في الانسان اللي قدامك تفرق على مستوى المجتمع تفرق في شخصيتك انت سأقول لكم على حاجة سبحان الله انا ممكن اكون عصبي شويتين ممكن اكون حاد في التعامل في بعض الاوقات بر الصفحة لكن ليس بقى مثل عليكم جوه الصفحة ان انا جوه الصفحة بلي طويل جدا جدا ممكن اقرر المعلومة مئة مرة ومزهقش ممكن اقعد اسجل فيديو عشر ديائق اقعد اسجل فيه عشر ساعات بمعنى ان انا اقعد اسجل وما يعجبنيش امسح وسجل تاني وامسح وسجل ثالث وامسحه وممكن بعد ما منتجه وخلصه ابص عليه اقول لا ده مش عجبني اروح رميه خالص وسجل تاني من جديد وانا كل رضا ومبسوط قوي قوي ومبسوط طويل قوي قوي وعارف اني مثلا الفيديو ده يعني مش بعمل كده عشان ياخد مشاهدات يعني فضيعة ولايكات لا انا كل ده عشان خاطر انا عايز اوصل رسالة لشخص هو محتاجها كل فيديو كان بينزل ببقى عارف ان فيه شخص في الكومنتات ان فيه شخص في الكومنتات هيكتب ويقول انا كنت مستني الفيديو ده مستني تقولي الكلام ده وسبحان الله بلاقي وابتسم ان فيه شخص مستني الفيديو ده يعني الفيديو ده علشان الشخص الفلاني الفيديو ده علشان خاطر ان الانسان ده مستنيه مستنيه حركه طب والله يا باشواندس انا اتشجعت تاني من جديد بسبب الفيديو ده اوعى تستقل ابدا ان انت ممكن تكون سبب في سعادة انسان ولو ابتسامع عبرة وهو ماشي كده ولو حتى باقل شيء اوعى تقلل من اي خير انت ممكن تعمله لان الخير ده هيتردلك اضعاف 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 مما تتخيل لان ربنا كرم واسع وبرضه احنا مش بنعمل الخير عشان مستنيين الخير من الناس لكن احنا بنبتغي رحمة ربنا رحمة ربنا هي اللي هتدخلنا الجنة مش عملك ولا عملي ولا مساعدتك للناس ولا اي حاجة خالص ولكن عمل الخير ده هي خلي ربنا قد اي رحيم بك يعني يعني وتحب حتى الحيوانات في الشارع وتططب عليها نقول اه قد اي الناس ده رحيم ما بالك بالخالق الخالق العظيم سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل ده كله هو اللي خلقنا فأنزل في قلوبنا جزء من الرحمة الرحمة لا تستقل بأي عمل خير لا تستقل بأي حاجة ولو حتى عملت دم فاستغفر ربك على هذا الدم وستودعكم الله الذي لا تضيع وضيعه لا يمكن لسه دوبك لسه طلع من جسبي وكنت حابب استفيد بالوقت لا يوجد فايدة لا يوجد فايدة لا يوجد فايدة لازم اطلع لكم انا الحمد لله حتى لو تعبان سوف افضل على رجلي وان شاء الله اتمنى من الله ان انا موت ان شاء الله لان ربنا اجعلني ان انا اددلكم القوة والشجاعة فان شاء الله افضل لدي لكم القوة والشجاعة انا بس انا مع سريري مش ادراف ان البنج لو قفت هيخليني مكاني على طول ولكن استودعكم الله الله والله والله في هذا الظرف بدعلكم كلكم من قلبي وبقول لكم ربنا يكرمكم ويوفقكم يوسع ارزقكم وكمان توصلوا للرشاقة بكل صحة وسعادة كان معاكم مصطفى علي سلام عليكم اشتركوا inhos